يلا نعمل كوكيز الليمون لونها ليمون طعمها ليمون ريحتها ليمون وكتير منعشة دائما كل التفاصيل بتركلكم اياها تحت بصندوق الوصف لو هاي اول مرة بتتابعوني ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى دائما توصلكم وصفاتي اول باول وهلا يلا نبلش للزبدة رح احتاج ل110 جرام من الزبدة يعني تقريبا اصبع مع معلقات كبيرة من الزبدة الزبدة ضروري كتير انها تكون زبدة طرية رح ابلج اخفوقها بواسطة الخفاءة الكهربائية بهالشكل لما اتأكد انه هيك الزبدة طريت بزيادة وفكت عن بعضها طبعا مهم بهاي الوصفة تستخد مخفاءة كهربائية لانه هيكون صعب عليكم تعملوها بشكل يدوي رح اضيف عليها كوب من السكر مع بيضة طبعا بامكانكم تقللوا مقدار السكر لثلاث ارباع الكوب بس انا كانت مناسبة بالنسبة الي لما اضفت لها كوب من السكر رح اخفق كل هالمقادير مع بعضها متل ما عم بتشوفوا ما بخفق بالكوكيز تحديدا ما بخفق لمدة طويلة بس مجرد مع المكونات اتأكد انها عم تندمج مع بعض وعم تتغلغل او تتداخل بشكل جيد هون بوقف وبكمل اضافة باقي المكونات طبعا عم باخد المكونات هيك عم باجمعهم على بعضهم من حواف الوعاء لحتى اتأكد انه كل المقادير ان ندمجت بشكل جيد عم باستخدم سباتيولا طبعا بامكانكم تستخدموا اي شي متوفر عندكم هلأ هون رح اضيف برش ليمونتين طبعا برش الليمون لازم يكون بس الجزء الخارجي الاصفر من دون الليب ورح اضيف كمان ربع كوب من عصير الليمون ورح ارجع اخفق بشكل سريع لحتى كمان اتأكد انه المكونات اندمجت مع بعضها هذا هو قوام العجينة بيكون وقت اضيف الليمون رح تحسه متل كأنها متفكك عن بعضها بس هذا هو القوام التبيعي لها بعدين رح اضيف كوب ونص من لطحين طبعا رح اضيف لطحين بشكل تدريجي ورح اضيف عليه نص معلقة صغيرة من الباكينج باودر ورشة ملح ورح ابلش باستخدام سباتيولا اجمع هالمكونات على بعضهم بس لحتى اتأكد انه اللطحين عم يختفي متل ما عم بتشوفوا عم باضيف اللطحين بشكل تدريجي وعم باستخدم سباتيولا متل ما قلتلكم بامكانكم تستخدموا اي ادام توفر عندكم بس مجرد عم اجمع المكونات على بعضهم وممنوع انه تعجنوها لفترة طويلة لانه الكوكز هيك ما حتكون معكم طرية وما حتكون بالدوب بالتم حيصير فيها شوية اساوي لهيك مهم جدا انكم تجمعوا المكونات بخفة ومن دون ما تاخدوا وقت طويل وانتوا عم تعجنوا فيها متل ما عم بتشوفوا العجينة عندي هذا هو قوامها ما بتكون عجينة سهلة التشكيل من البداية هلأ هون رح اغطيها ضروري تغطوها وبندخلها على الفريزر لمدة ساعة وهلأ هون متل ما عم بتشوفوا هاي هي عجينة الكوكز بعد ما طلعتها من الفريزر هيك فرزتها تقريبا لمدة ساعة ونص رح ابلش باستخدام اي ادامة موجودة عندكم مقطعوها لحتى تحصلوا على حبات كوكز متساوية بالحجم رح ابلش اكويرها بها الشكل على شكل كرة صغيرة وبعدين رح احطها بالسكر المطحون طبعا بامكانكم تستغنوا عنها الخطوة بس انا هيك منظر جمالي اه وكمان هيك بيضيف لها طعمة اه طيبة وطبعا مع المحافظة انه نترك بيناتهم مسافات كافية لانه حجمهم مع الخبيز رح يتغير وشكلهم رح يتغير مباشرة رح ادخل الصينية على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة ما بين 11 ل 12 دقيقة لحتى ياخدوا لون جدا خفيف من الاسفل رح اطلعهم مباشرة طبعا ما بحمرهم من الاعلى بس بعطيهم الحرارة من الاسفل لمدة 11 او 12 دقيقة وبعدين رح اطلعهم من الفرن ورح اتركهم ما رح ادقرهم او المسهم ولا حتى بطلعهم من الصينية لحتى يبردوا تماما وهون بيكون قوام الكوكيز عندكم صار جاهز وطبعا النار لازم تكون عليهم فقط من الاسفل ومتل ما قلتلكم ما بنتركهم لمدة طويلة حتى لو حسيتوا انهم بعضهم طرايا هذا هو القوام اللي لازم يكونوا فيه وقت نطلعهم نتركهم لحتى يبردوا وهم رح ياخدوا قوام الكوكيز المعروف ولهون بيكون خلص الفيديو لليوم بتمنى الفيديو يكون عجبكم لو عجبكم ما تنسون من اللايك كونوا بخير ومع الف سلامة